شيلة مهدايا لعبدالله وفاطمة خالد الأكشان بمناسبة تخرجهم من الثانوية العامة كلمات وعداء المنشد أحمد المين وسنينه مدية في المراجل والمكان والجماية وفاطمة من قدها ماهي شوي في تخرجها نبس وقل جزاي الشهادة تفتخر بحلى بني وفاطمة غطت على كل الأصاي بالدربة والترف والقبلية مالك عز الطبايع والخصاي خالدوا بهم لهم بالشدايد راسما كل حاجة لطلبها عياله جابها كاس بالم جادبة المرجلة مضرب مثال صبوا له من دلتال كيفية صبابها وامهم درباز عيله ويا حلو القبار تستضل عيالها بجفنها واهدابها الفارقان متميزة سمحة وصفو خصاب بنت عدن وقفتاه يحسبون حسابها عزوة العكشة نعم مانهم روس الرجال هالها تعلن ويعاب والخصم مضربها والخوار الصقربة المجد يا حي الخوار هالسليمان الطويل أهرقت مرقابها لابت العجمان تاريخ من مضليات يكسبون المجد والنار من شبابها بشونا يا عسل فرحهني في تخرجكم وصرت بالواي إيها عبدالله لا هعزو من قوي الشهادة جابها وشك زاي حي راسه بسطر يقدر حهمية لا وقف عبدالله بيوم الفعاي يا عساهي عيشه وسنينه مدية بالمراجل والمكان والجماي وفاطمة من قدها ماهي شوي في تخرجها نبس وقل جزاي الشهادة تفتخر بحلى بني وفاطمة غطت على كل الأصاي بالدربة والترف والقبلية مالك عز الطبايع والخصاي وخالدوا بهم لهم بالشداية غاسمة كل حاجة لطلبها عياله جابها كاس بالم جادبة المرجلة مضغى بمثال صبوا له من دلتال كيف يا صبابها وامهم دربة ازعيله وياحن والقبل تستضل عيالها بجفنها واهدابها فارقان متميزة سمحة وصفو خصاب بنت عدن وقفتها يحسبون حسابها عزوة العكشة نعم ما نهم روس الرجال الهتالين ويعاب والخصم مضربها والخوار الصقربة المجد يا حي الخوار قال سليمان الطويل اهرقت مرقابها لابت العجمان تاريخ من مظليات يكسبون المجد والنار من شبابها